بعد ما وزعت الإيرترمنال جي دور أو أبدأ أوصل لهم هوا طب هاوصل لهم هوا إزاي؟ بحاجة اسمها دقت الدقت ده بيكون عبارة عن صج بيمشي فيه الهوا بتاعي لحد المخارج والمخارج ده بعد كده توزع الهوا دوت بطريقة تتناسب على حسب المكان وديه توزع الهوا بطريقة متساوية عشان الناس كلها تتهوا طب إزاي هبدأ أوزع أو إزاي هبدأ أرسم الدقت دوت عندي طريقتين في الربت أول طريقة أوتوماتيك تاني طريقة مانيول أول طريقة اللي هي الأوتوماتيك إن أنا ببدأ أعمل دقت سيستم وبخليه هو يرسلها الوعدة طب إزاي؟ باجي عند أي دفيوزر هاقوم مثلا دوت هاقوم ماسكو هلاقي من عند موديفاير تربنالز دقت بعد كده هيبدأ يقول لي أنت عايز تعمل سبلاي دقت طب السيستم نيم بتاعه باسمه إيه؟ بابتدأ تختار الاسم اللي أنت عايزه احنا عن تسميه ميكانيكا الير وان وبقوم دايس بعد كده ادت سيستم عشان أبدأ أزود السيستمز بتاعتي أنا هقوم مدخل ده وأنا هقوم مدخل ده فبنعز أدخل المكينة هقوم أقيله إيه؟ سيلكت إكويبمنت هقوم مدخل المكينة بتاعتي وبعد كده هقوم عامل فينش إدتينج سيستم لو خدنا بالنا إن السيستم بتاعي بقى لونه أزرق ليه؟ لإنها بقت سيستم واحد وهو كله مرتبط بحاجة واحدة هقوم جاي بعد كده أنا عايز أبدأ خلير سيستم أوتوماتيك هقوم برضو ماسك أي دفيوزر هنقول مثلا دوت وعلى هنا كلمة generate layout لما بقوم خاصة عملت السيستم بقوم مسك ده كده علي هنا generate layout هقوم عاملها generate layout هلاقيه ظهر لي حلول للايه؟ للمسار بتاع الدكت أول حل عندي النتورك بيكون عام زي شبكة كده والنتورك دي فيها خمس حلول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة جميل جدا وإيه عندنا بعد كده الانترسكشنز حاجات الدخل ببعض علينا واحد اتنين تلاتة أربعة دي خمسة جميل بعد كده عندك البرامتر هلاقي برضو واحد اتنين تلاتة أربعة دي خمسة مبدأ اختار اي حل منهم ومعمل له finish layout يرسم لي بيطلع بيلك the application is unable to make connection in that direction if the connectors are pointing up make sure that the elevations of the segment are above them if the connectors are pointing down make sure that the elevations of the segment are below them ده بيقول لك ايه بيقول لك ان انت اللي انت رسمه هنا دوت ممكن برضو هو خلي بالك ده مجرد warning الورنينج انت ممكن بترسم الحاجة عادي جدا لكن هو بس بيقول لك اللي انت بتعمله دوت فيه غلط لو انت عايز تصلحه وانت عايز هتصلحه ده حاجة ترجع لك انت وفيه غلطات كتيرة جدا انت مش هي بتبقاش غلط تبقى مثلا حاجة في الفاميلي انت ممكن تتغضى عنها او كده طب هو ايه هنا كان بيقول لك ايه هنا او فيما معنى ايه بيقول لك ان السجم انت طلع من الكنكتور دوت بيبقى فيها مشكلة فايا فوق يا تحت طب برضو انا مش فاهم اصدق ايه بالكنكتور يعني ايه الكنكتور اصلا هنا في الجبيد شايفين الماكينة دي عشان اقدر اخرج دقت بالمنظر ده من الماكينة دي لازم يكون فيها الكنكتور للدرين بتاعي يبقى الكنكتور ده اللي بيوصل لي بالفاميلي بتاعتي اللي بيكون المشترك لان اعرف اخرج منه دكت او عرف اخرج منه مصورة طيب ده كده اول طريقة للرسم الدكت طب هم دايس كده كنترول زد هم عامل كانسل ليه اوت وهبدأ ارسل مانيول ازاي هم دايس هنا كده على الماكينة بتاعتي هلاقي هنا كده علامة اوت وخارج منها الكنكتور بتاع الدكت بتاعي هو ده الكنكتور هم منها كريه الدكت لو فيش كونكتور فيه الفاميلي دي انا مش عارف اخرج دكت واعمل سيستم انا ممكن اقوم اخرج بس مش هيبقى متوصلين بسيستم شغل بي اي ام محترم بقوم دايس على علامة الاوت اهو بابدأ اخرج دكت عادي جدا بقوم خارج من هنا وداخل الممر بتاعه وفي المصور بتاع ده كده وقوم خارج بالمنظر ده بقوم دايس اسكيب مرتين طب عايز ابدأ اوصل المخارج ديت بالدكت ازاي بقوم جاي عمل عن السيستمز دكت وقوم خارج من هنا كده قوم دايس اسكيب مرتين وقوم برضو من هنا نفس الكلام قوم دايس اسكيب مرتين واخر حاجه برضو دكت من هنا كده قوم دايس اسكيب مرتين وقوم معلم على الديفيوزر بتاعي قوم دايس اسكيب مرتين كده انا رسمت السابلاي دكت بتاعي ما فوش اي مشاكل قون دايس اسكيب مرتين اقام биوよ قوم دايس اسكيب مرتين بالنسبةο قوم دايس�� Ooo بتاعي